السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة موزيو موليك روشي ان شاء الله هنشتغل مع بعض الطاقم الجميل ده الطاقم عبارة عن لكلوك وطايا زي ما انتم شايفين انا اشتغلت البيب صغير سن ست شهور بالمقسات اللي احنا هنشتغل بها مع بعض هيلبس من ست شهور لسنة تقدر انت تشتغليه بنفس الطريقة اللي احنا هنشتغل بها اه باي مقاس ولا اي سنة حسب ما انت عايزة اه هو مناسب جدا لكل الاعمار للكبار والصغيرين عمل جدا طريقته كمان سهلة جدا جدا ان شاء الله تنفيزيه معايا بكل سهولة هنشتغل الطاقم على جزئين يعني هيكون ليه على القناة فيديو هين ورا بعد الجزء الاول وهو الفيديو بتاع النهاردة هنشتغل فيه الطاقية مع بعض بكل تفاصيلها والجزء التاني الفيديو اللي بعد ده على طول هنشتغل برضو مع بعض اللاكلوك بكل تفاصيله اه بالنسبة للمقاسات هنشوفها مع بعض واحنا شغالين من خلال الشرح خطوة بخطوة بالتفصيل اما بالنسبة لكمية الخيط اللي انا استخدمتها اه انا استخدمت في اللاكلوك وفي الطاقية شلة كاملة من اللون اللبني يعني ميت جرام وحوالي نص شلة يعني حوالي خمسين جرام من اللون الابيض طبعا كمية الخيط بتختلف حسب المقاس اللي انت هتشتغليه هسيبلكو جدول المقاسات في كل فيديو الخاص بالطاقية والخاص باللاكلوك لكل الاعمار عشان لو حابين تشتغلوا مقاسات اكبر او اصغر من اللي احنا هنشتغل بيها مع بعض اتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة يعجبكم تستفادوا منه لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشيروا ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات ولو اول مرة تشوفوني وحابين تتابعوني ولسه ما اشتركتوش في القناة يساعدني طبعا ويشرفني اشترككم في القناة فاشتركوا فعالوا الجرس على الكل عشان يوصلكو اشعار باي فيديو جديد انا بعمله آآ هسيبكو دلوقتي مع المقاسات بتاعة الطاقية اللي احنا هنشتغل عليها وهسيبلكو كمان جدول المقاسات زي ما قلتلكو لكل الاعمار عشان لو حابين تشتغلوها بمقاسات اكبر او اصغر وبعد كده هنروح على الشرحة على طول انا هشتغل معاكم النهاردة بخيط صوف تركي اللون الابيض واللون اللبني زي ما احنا شايفين الخيط اسمه هيمالايا افري داي بيبي لوكس هو مخصص لشغل الاطفال مكتوب عليه انتي بيلينج يعني ضد الوبرة انا بصراحة ما جربتهوش في الغسيل قبل كده بس جربته في الشغل اكتر من مرة جميل جدا في الشغل بيدي نتيجة حلوة جدا هو مش مقترح علي في الورقة بتاعته مقاس ابرة الكوريشيل اللي انا هشتغل بيها بس انا دايما بشتغله بابرة رقم تلاتة او تلاتة ونص او اربعة حسب الغرزة اللي انت هتشتغليها او حسب ما ازا كنت عايزة الغرزة بتاعتك ضياءة ومتمسكة ونشفة او كنت عايزاها واسعة وطرية انا عايزة الشغل بتاعي يكون واسع وطري عشان انا بشتغل الشغل ده للبيب صغير زي ما قلت لكم في اول الفيديو فانا هشتغله معاكم النهاردة بابرة رقم اربعة مليمتر هنبدأ نشتغل الاول بلون الابيض بسحب الخيط من قلب الشلة عشان يبقى سحب الخيط بالنسبة لي سهل كده بسيب حوالي عشرين سانت في بداية الخيط قبل ما اعمل عقدة البداية عشان هنحتاجهم في تقفيل بداية الشغل بعد شوية بسيب عشرين سانت من الخيط وبعمل عقدة البداية بالطريقة دي كده وهشتغل عدد من السلاسل بمقاس دوران الراس دوران الراس بتاعي اربعة واربعين سانتي فانا بشتغل كده باسم الله واحد اتنين mie? تلاتة اربعة. خمسة. هكمل لحد ما وصل لمقاس الاربعة واربعين سانتي. بعدين نرجع. نشوف عدد السلاسل كام سلسلة. والمقاسات مع بعض بالمظورة كام سانتي. انا اشتغلت تمانية وتمانين سلسلة بمقاس اربعة واربعين سانتي. هجيب المظورة ونشوف المقاسات مع بعض. التمانية وتمانين سلسلة مقاسهم. مقاسهم اربعة واربعين سنطي بالزبط. هعمل ايه بعد كده? بارتفع كمان سلسلة. وهبدأ اشتغل اعمدة بلفة على سلاسل البداية اللي انا اشتغلتها. العمود بلفة هشتغله في الحلقة اللي في ظهر السلسلة من ورا. انا عندي السلسلة بتاعت زي ما احنا عارفين الوش بتاعها حرف في الطرف الامام اللي قدامي والخلف اللي ورا. ماليش دعوا بالطرفين دول خالص. بلف السلسلة كده بقلب السلسلة وبشتغل في الحلقة اللي في ظهر السلسلة من ورا. هشتغل عمود بلفة ازاي? بلف الخيط على الابرة. خلي بالكم معايا. وبفوت اتنين سلسلة. واحد اتنين. وهبدأ اشتغل في السلسلة رقم تلاتة. بفوت واحد اتنين. وبدخل في السلسلة رقم تلاتة في الحلقة اللي في الظهر من ورا. بسحب الخيط. بقى معايا تلات لفات على الابرة. بسحب وبطلع من اول لفتين. وبسحب وبطلع من تاني لفتين. الاتنين سلسلة اللي انا فتهم دول بحسبهم اول عمود بلفة. يبقى انا كده اشتغلت عامدين بلفة. الارتفاع اللي هما اتنين سلسلة. والعمود اللي انا اشتغلت ه في السلسلة رقم تلاتة. بكرر التاني على كل السلاسل. بلف الخيط على الابرة. وبدخل في الحلقة اللي في دهر السلسلة من ورا. بسحب الخيط. بقى معايا تلت لفات. بسحب وبطلع من اول لفتين وبسحب وبطلع من تاني لفتين. هكرر معاكو تاني عشان الناس اللي مش عارفة العمود بلفها. بلف الخيط على الابرة. وبدخل في السلسلة اللي عليها الدور في الحلقة اللي في الظهر من وراء. بسحب الخيط. بقى معايا تلات لفات على الابرة. بسحب وبطلع من اول لفتين. وبسحب وبطلع من تاني لفتين. هكرر معاكو اخر مرة. بلف الخيط على الابرة. وبدخل في السلسلة اللي عليها الدور. في الحالة اللي في الظهر من وراء. بسحب خيط وبشتغل عمود بلفة. معايا تلات لفات على الابرة. بسحب وبطلع من اول لفتين وبسحب وبطلع من تاني لفتين. ده شكل العمود بلفة. بكرر على كل السلاسل بشتغل اعمدة بلفة. على كل سلسلة عمود بلفة لحد ما وصل لاول سلسلة انا بدأت بيها عند خيط البداية. وارجع لكم تاني. وصلت اول سلسلة انا بدأت بيها عند خيط البداية. هشتغل معاك واخر عمود بلفة في السطر الاول. بلف الخيط على الابرة. وبدخل في الحلقة اللي في دهر السلسلة من وراء. وبسحب الخيط. بقى معايا تلات لفات على الابرة. بسحب وبطلع من اول لفتين. وبسحب وبطلع من تاني لفتين. كده انا خلصت اول سطر. اشتغلت تمانية وتمانين عمود بلفة. ده شكل العمود بلفة. هعمل ايه بعد كده? هقفل السطر ده على بعض بغرزة منزلقة. عشان الشغل بتاعها هي بقى داير ما يدور. بعد الوش الشغل كده. وبوصل اخر عمود انا اشتغلته باول عمود. ده اخر عمود معايا اللي هو فوقيه الابرة. واول عمود اللي هو اتنين سلسلة بتوع الارتفاع. زي ما قلتكم الارتفاع ده بحسيبه اول عمود. بدخل في تاني سلسلة من الارتفاع. وبسحب الخيط. وبعد كده بسحبه من اللفة اللي كانت على الابرة. جي غرزة المنزلقة. كده انا قفلت السطر بتاعي بغرزة منزلقة. بقى شكل الشغل زي ما احنا شايفين كده. طبعا الخيط بتاع البداية ده هنرجع له بعد شوية. وهنشوف هنضافه ازاي بابرة التنظيف. وهنقفل الجزء بتاع البداية ده. بعد كده هبدأ اشتغل السطر التاني بارتفع اتنين سلسلة وبحسيبهم برضو اول عمود بلفة في السطر التاني. ارتفعت اتنين سلسلة. وهحسيبهم كمان عمود خلفي. يعني بحسب الارتفاع ده اللي انا ارتفعته اللي اتنين سلسلة بحسيبهم عمود خلفي. خلي بالكم معي. بعد كده هاشتغل اتنين عمود امامي واتنين عمود خلفي. وبكرر لحد ما وصل لاخر السطر. اتنين عمود امامي واتنين عمود خلفي. نخلي بقى لنا بقى هنشتغل العمود الامام ازاي والعمود الخلف ازاي. بلف الخيط على الابرة. طبعا لو انا هشتغل عمود عادي خالص باشتغل تحت حرف الفي اللي فوق اللي في راس العمود اللي احنا شايفينه ده. انا مش هشتغل عمود بلفة عادي. هشتغل عمود بلفة امامي وخلفي. بلف الخيط على الابرة. وبدخل في الفراغ ده. اللي بين الارتفاع وبين العمود. بين اول عمود بعد الارتفاع شايفين? بدخل في الفراغ بالابرة وبعد من وراء العمود بخليه قدام الابرة وبطلع بالابرة بتاعتي من الفراغ التاني. يبقى انا خليت العمود قدام الابرة ده العمود الامامي. بسحب الخيط. بقى معيات تلات لفات. بسحب وبطلع من اول لفتين وبسحب وبطلع من تاني لفتين. ده عمود امامي. هكرر كمان مرة العمود التاني. بلف الخيط على الابرة وبدخل من الفراغ التاني اللي بين العمود اللي انا اشتغلته والعمود اللي انا هشتغله لسه الفراغ نفسه وبطلع من الفراغ اللي بعديه خليت العمود قدام الابرة بسحب الخيط بتاعي وبشتغل عمود بلفه بطلع من اول لفتين وبطلع من تاني لفتين كده انا اشتغلت بعد الارتفاع اللي انا حسبته عمود خلفي اشتغلت اتنين عمود امامي العمود الخلفي بشتغله ازاي بلف الخيط على الابرة وبدخل بالابرة بتاعت من وراء القدام من الفراغ ده اللي بين العمود الامامي العمود الخالفي اللي انا لسه هشتغله. بدخل من الفراغ نفسه وبخلي العمود ورى الابرة. وبطلع بالابرة تاني الورى. شايفين? خليت العمود ورى الابرة. ده عمود خلفي. باسحب الخيط وبشتغل عمود. بطلع من اول لفتين وتاني لفتين. بكرر كمان مرة العمود التاني الخلفي. لفت الخيط على الابرة. وبدخل من الفراغ نفسه. بشد العمود لورى كده. اهو. خليت العمود ورى الابرة. باسحب الخيط وبشتغل عمود بلفة. كده انا اشتغلت اتنين عمود خلفي. بكرر تاني معاكو كمان مرة. هشتغل اتنين عمود امامي. بلف الخيط على الابرة. وبدخل من الفراغ ده. بخلي العمود قدام الابرة. وبطلع من الفراغ اللي بعده. الشكل ده كده. وبسحب الخيط وبشتغل عمود بلفة. كمان عمود امامي. بلف الخيط على الابرة. وبدخل من الفراغ. وبطلع من الفراغ اللي بعديه. بخلي العمود قدام الابرة. وبسحب الخيط وبشتغل عمود بلفة. كده انا اشتغلت اتنين عمود امامي. العمودين اللي بعد كده هشتغلهم خلفي. بلف الخيط على الابرة. وبدخل بالابرة بتاعتي من وراء. من ضهر الشغل من وراء. وبطلع بيها من قدام كده. وبسحب العمود لوراء وبطلع بيها من الفراغ اللي بعديه. خليت العمود وراء الابرة. بسحب الخيط وبشتغل عمود بلفة. اسمه عمود بلفة خلفي. العمود اللي جنبه كمان هشتغله خلفي. بلف الخيط على الابرة. وبدخل بالابرة من ورا في الفراغ. بسحب العمود لورة وبطلع بيها لورة تاني من الفراغ اللي بعده. وبسحب الخيط وبشتغل عمود بلفة خلفي. هيبقى ده شكل للشغل. اشتغلت اتنين امامي واتنين خلفي. اتنين امامي واتنين خلفي. بكرر بنفس الطريقة على كل الاعمدة لحد ما وصل لاخر السطر التاني وارجع لكم تاني. كده انا وصلت اخر السطر التاني. فوضل عندي اخر عمود هشتغلوا عمود خلفي. العمودين اللي قابليه على طول اشتغلتهم امامي. يبقى اخر عمود هشتغلوا عمود خلفي عشان اكمل على الارتفاع اللي انا بدأت بيه السطر. وقلت لكم هسيبوا عمود خلفي. عشان يبقى عندي في الفاصل ده كده عمودين خلفي. بلف الخيط على الابرة وبدخل من ورا لقدام في الفراغ. وبسحب العمود لورة وبشتغل عمود بلفة. يبقى اخر عمود في السطر عمود خلفي والارتفاع اللي انا بحسبه اول عمود في السطر برضو كان عمود خلفي. بقفل السطر بتاعي بمنزلقة بدخل في الفراغ اللي بين الارتفاع وبين العمود اللي بعديه في الفراغ نفسه وبسحب الخيط وبعمل منزلقة. كده انا عفلت السطر التاني. هكرر كمان سطرين باللون الابيض على نفس النمط ده. بشتغل اتنين امامي واتنين خلفي لحد ما وصل لاخر السطر. بارتفع اتنين سلسلة. وباروح على العمودين الامامي اللي بعديه وبشتغل عمودين امامي. بدخل برضو في الفراغ وبخلي العمود قدام الابرة كده. وبسحب الخيط وبشتغل عمود بلفة. العمود اللي بعديه امامي برضو. بلف الخيط على الابرة وبدخل في الفراغ وبخلي العمود قدام الابرة. وبعمل عمود امامي. كده اشتغلت عمودين امامي بعد الارتفاع. العمودين اللي عليهم الدور خالفي. بلف الخيط على الابرة وبدخل من ورا القدام في الفراغ وبطلع من الفراغ اللي بعديه وبخلي العمود ورا الابرة وبسحب الخيط وبشتغل عمود بلفة. العمود اللي بعديه برضو خلفي بنفس الطريقة بدخل من ورا القدام وبطلع من الفراغ اللي بعديه بخلي العمود ورا الابرة وبسحب الخيط وبعمل عمود خلفي. هكرر معاكم كمان مرة. العمودين اللي عليهم الدور امامي بشتغل عليهم عمودين امامي. يبقى انا كده بشتغل على الامامي امامي وعلى الخلفي خلفي. اتنين امامي واتنين خلفي. كده اتنين امامي. اللي اتنين اللي بعديهم خلفي. هكرر بنفس الطريقة لحد ما وصل لاخر السطر التالت وارجع لكو تاني. وصلت اخر السطر التالت فاضل عندي اخر عمود هشتعله عمود خلفي. بلف الخيط على الابرة وبدخل من وراء القدام وبرجع العمود لوراء وبشتغل عمود خلفي. كده انا خلصت السطر التالت. هقفل السطر بمنزلقة. بدخل في الفراغ اللي بين الارتفاع وبين العمود اللي بعده. في الفراغ نفسه وباسحب الخيط وبعمل منزلقة. هبدأ اشتغل السطر الرابع وهو اخر سطر في اللون الابيض زي ما اتفقنا. بارتفع اتنين سلسلة. وبكرر بنفس الطريقة. العمودين الامامي بشتغل عليهم عمودين امامي والعمودين الخلفي بشتغل عليهم عمودين خلفي. عايزة بس اقول لكم علومة سريعة بخصوص الارتفاع ده. ليه انا بارتفع اتنين سلسلة بس مع ان ارتفاع العمود بلفة ثلاث سلاسل. عشان ميبقاش فيه فرق في الشغل بتاعي باين كده ويبقى شكله حالو. وكمان عشان العمود الامامي والعمود الخلفي بيبقى اقصر في الطول من العمود العادي. يعني لو اشتغلت عشر سطور عمود بلفة عادي واشتغلت عشر سطور عمود بلفة امامي وخلفي هتلاقي ان العمود العادي المقاس بتاعه او الارتفاع اطول من العمود الامامي والخلفي. فانا عشان ما يبانش عندي فرق في الشغل بتاعي بقى شكل الشغل بتاعي حلو ومزبوط بارتفع اتنين سلسلة بس وكما ممكن ترتفع اتنين سلسلة بس في شغل العمود العادي بكامل بقى بالسطر الرابع بنفس الطريقة الاتنين الامامي بشتغل عليهم امامي هدي واحد اتنين والاتنين الخلفي بشتغل عليهم عمودين خلف هكرر لحد ما وصل لاخر السطر الرابع ونرجع نشوف هنغير الالوان ازاي وصلت اخر السطر الرابع واشتغلت اخر عمود خلفي هقفل السطر بغرزة منزلقة في الفراغ اللي بين الارتفاع وبين العمود اللي بعده بدخل في الفراغ وبسحب الخيط وبعمل منزلقة كده خلصت اربع سطور باللون الابيض زي ما احنا شايفين طبعا البرواز بتاع الطاية ده تقدر تتحكم في المقسات حسب ما انت عايزة ممكن تشتغل سطرين او سطر واحد او تلت سطور حسب ما انت عايزة هنبدأ نقص الخيط بتاعنا عشان نوصل اللون اللبني كده نقصت الخيط الابيض بسحب الخيط من اخر غرزة بالشكل ده كده وطبعا هنضفه بابرة التنظيف بسحبه من تحت راس العمود اللي بعد الارتفاع تحت حرف ال V كده عايزة اكون حرف V على الارتفاع اللي انا قفلت فيه بمنزلقة وبعد كده برجع اسحابه تاني من اخر عمود اللي انا اشتغلته خالفي اللي قبل الارتفاع عشان يبقى شكل الشغل بتاعي زي بعضه بالشكل ده الخيط الزيادة دي كلها هنضفها بابرة التنظيف وهنقفل كمان الجزء المفتوح اللي في البداية ده هجيب اللون اللبني هنسحب الخيط برضو من قلب الشلة وهبدأ اوصل الخيط وهنشتغل بقى الجسم بتاعي الطقية برضو من فوق الارتفاع بدخل كده وبسحب اللون التاني مش عايزة اعمل اي عقد عشان ما تضيقش في اللبس وبارتفع اتنين سلسلة وبعد كده هشتغل ازاي هشتغل عمود امامي وعمود خلفي عكس البرواز بتاع الطقية في البرواز اشتغلنا اتنين امامي واثنين خلفي لا في الطقية نفسها هنشتغل واحد امامي واحد خلفي عندي الارتفاع اللي انا بدأت به ده بحسبه خلفي بعد كده هروح على العمود الامامي اللي بعديه وبشتغل عليه عمود امامي العمود الامامي التاني بشتغل عليه عمود خلفي برضو بنفس الطريقة بدخل من ورا وبسحب العمود ورا الابرة بالشكل ده وبشتغل عمود خلفي العمودين اللي عليهم الدور اتنين خلفي هشتغل واحد امامي وواحد خلفي بدخل من قدام لورا بخلي العمود قدام الابرة وبشتغل عليه عمود امامي اللي بعديه بشتغله خلفي اللي بعده بشتغل امامي وبكرر بقى بنفس الطريقة واحد امامي واحد خلفي لحد ما وصل لاخر السطر دي طريقة الطريقة التانية برضو هورها لكم بفك الخيط كده اللي انا اشتغلته وهاعمل سطر من العمود العادي عمود بلفة عادي بدخل برضو فوق كده في حرف الفي وبسحب الخيط بعمل حسابي كده في مسافة من الخيط عشان اعرف انضف الشغل بتاعي وبارتفع اتنين سلسلة بعد ما ارتفعت اتنين سلسلة بحسبهم اول عمود بلفة بعد كده بشتغل بقى عمود عادي خالص عمود بلفة في راس الاعمدة من فوق تحت حرف الفي ودي الطريقة اللي انا هشتغل بيها كده اتنين تلاتة بكمل كده بنفس الطريقة كل عمود بشتغل فوقي عمود عمود بلفة عادي مش امامي ولا خلفي واعتقد ان الطريقة دي اشك في الشكل انا بس حبيت اواريكوا الطريقتين عشان لو حابين اي طريقة تشتغلوا بيها باشتغل عمود بلفة عادي خالص فوق تحت حرف الفي اللي في راس العمود من فوق اهو وبكمل بنفس الطريقة لحد ما وصل لاخر الساطر وارجعلكوا تاني انا كده وصلت لاخر الساطر هقفل بغرزة منزلقة في الفراغ اللي بين الارتفاع وبين العمود اللي بعده بدخل كده في الفراغ اللي بعد الارتفاع على طول اهو وباسحب الخيط وبعمل منزلقة كده خلصت اول ساطر باللون اللبني زي ما اتفقنا اشتغلنا عمود بلفة عادي بقى الشكل زي ما احنا شايفين كده هنبدأ بعد كده نقسم بقى الغرز بتاعتنا بارتفع اتنين سلسلة وبحسبهم عمود خلفي بعد كده هشتغل بعدهم على طول عمود امامي العمود اللي بعده خلفي اللي بعده امامي اللي بعده خلفي هستمر بنفس الطريقة عمود امامي وعمود خلفي لحد ما وصل لاخر الساطر وارجعلكوا تاني انا كده وصلت الاخر الساطر اشتغلت اخر عمود امامي لان عندي الارتفاع اللي انا بدأت بيه كان عمود خلفي يبقى انا كده شغلي مظبوط بقفل بمنزلقة في الفراغ اللي بين الارتفاع وبين العمود اللي بعده بدخل في الفراغ نفسه وبسحب الخيط وبعمل منزلقة هستمر بقى بنفس الطريقة شايفين الشكل حلو ازاي لحد ما وصل للمقاس اللي انا عايزاه وهرجع قولك انا اشتغلت كام ساطر ونشوف المقاسات مع بعض بارتفع برضو اتنين سلسلة وبحسبهم عمود خلفي خلاص هيفضلوا معايا عمود خلفي لحد ما خلص شغل في الايس كاب وبعد كده العمود اللي بعده امامي بشتغل عليه امامي واللي بعده خلفي بشتغل عليه خلفي يبقى انا بشتغل على الامامي امامي وعلى الخلفي خلفي لحد ما خلص وبعدين ارجع لكم وقال لكم انا اشتغلت كام ساطر ونشوف المقاسات كام سانتي انا كده اشتغلت 16 ساطر باللون اللبني عمود امامي وعمود خلفي بالطريقة اللي احنا شفناها مع بعض من شوية لحد ما وصلت المقاس 14 سانتي بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده هجيب المزورة برضو هنشوف المقاسات مع بعض ارتفاع القطع اللي انا اشتغلتها دي 14 سانتي بالزبط الجزء الابيض اللي هو البرواز ارتفاعه 3 سانتي واللبني 11 سانتي زي ما احنا شايفين قبل ما نكمل مع بعض حابة بس اوريكو القفلات بتاعة السطور زي ما انتم شايفين كده ده السطر اللي احنا بنقفل فيه بمنزلقة مش باين خالص عندي قفلات للسطور كأن ما فيش قفلة خالص ليه عشان كنا بنرتفع اتنين سلسلة لو كنا ارتفعنا 3 سلاسل كان بقى الشكل مختلف عن كده خالص وكان يبقى فيه هنا واسع كده في الغرز وشكل الشغل بتاعي مش حالو عشان كده بقول لكم ارتفع اتنين سلسلة هنبدأ نكمل شغل هنشتغل السطر الرقم 17 هنعمل فيه تناقص هعمل تناقص ازاي بارتفع اتنين سلسلة واحد اتنين وبحسب الارتفاع عمود خلفي وهنبدأ نضم العمودين الاماميين دول اللي ورا بعض وهعملهم عمود واحد والعمود الخلف اللي في النص اللي بينهم ده بتجهله خالص وباشتغلش عليه نشتغل على طول بلف الخيط على الابرة وبروح على العمود الامامي ده وبروح كمان على العمود الامامي اللي بعده اهو وبفوت العمود الخلف اللي في النص بينهم مليش دعوة بيه ما باشتغلش عليه خالص بتضم العمودين على بعض وباشتغل عليهم عمود امامي بعد كده بروح على العمود الخلفي اللي عليه الدور وبشتغل عليه عمود خلفي نخلي بالنا من طريقة التناقص اللي احنا هنشتغلها بعد كده بروح على العمود الامامي اللي جاي ده والعمود الامامي اللي بعده بضمهم الاتنين مع بعض وبشتغل عليهم عمود امامي واحد وبتجاهل العمود الخلفي اللي في النص اللي بينهم ما بشتغلش عليه خالص بلف الخيط على الابرة وبدخل ورا العمود الامامي بفوت العمود الخلفي اللي في النص وبروح على العمود الامامي اللي بعده. يبقى انا كده معي اتنين امامي. بضمهم على بعض وبشتغل عليهم واحد امامي. بعد كده بروح على العمود الخلفي اللي عليه الدور وبشتغل عمود خلفي. هكرر معاكم كمان مرة. بلف الخيط على الابرة وبروح على العمود الامامي اللي عليه الدور ده. وبتجاهل العمود الخلفي اللي بعده. وبروح كمان على العمود الامامي اللي بعده. بضم العمودين الاماميين وبعملهم عمود واحد وبسيب العمود الخلفي اللي في النص ما ما اشتغلش عليه خالص. باسحب الخيط وبشتغل عمود امامي. بعد كده بروح على العمود الخلفي وبشتغل عمود خلفي. كمان مرة بلف الخيط على الابرة وبروح على العمود الامامي ده وبسيب العمود الخلفي اللي بعده بتجهله ما بشتغلش عليه خالص وبعدي على العمود الامامي اللي بعده وبضم الاتنين على بعض الاتنين الامامي وبشتغل عليهم واحد امامي. بعد كده بروح على الخلفي وبشتغل خلفي. يبقى انا كده بفوت عمود خلفي وبشتغل في اللي بعده. الخلفي برضو. وبالنسبة للعمدة الامامية اللي قدام بضموا كل اتنين مع بعض وبشتغل عليهم عمود امامي واحد. هكامل بنفس الطريقة الحد ما وصل لاخر السطر وارجعلكم تاني. وصلت اخر السطر الرقم سبعتاشر هقفل بمنزلقة. بدخل بالابرة بتاعتي في الفراغ اللي بعد الارتفاع على طول وباسحب الخيط وبعمل منزلقة. كده خلصنا السطر الرقم سبعتاشر. بارتفع اتنين سلسلة. وهبدأ اشتغل كمان سطرين من غير تناقص. ازاي? بشتغل على كل عمود عمود. على الامامي امامي وعلى الخلفي خلفي. بلف الخيط على الابرة وبدخل ورا العمود الامامي اللي انا ضميت بيه العمودين اللي قبليه في السطر اللي قبله. وبشتغل عمود امامي. وبروح على العمود الخلفي اللي انا كنت اشتغلته في السطر اللي قبليه. وبشتغل عمود خلفي. بكرر تاني العمود الامامي بشتغل عليه امامي. والخلفي بشتغل عليه خلفي. هستمر بنفس الطريقة لحد ما وصل لاخر السطر رقم تمنتاشر. وهقفل بمنزلقة. وبعدين هرتفع اتنين سلسلة. وهبدأ اشتغل السطر رقم تسعتاشر بنفس الطريقة. كل عمود عليه عمود واحد بس. هكمل لحد السطر رقم تسعتاشر وارجعلكه تاني. كده انا وصلت اخر السطر رقم تسعتاشر. يعني انا كده اشتغلت سطرين من غير تناقص السطر رقم تمنتاشر والسطر رقم تسعتاشر. هقفل بمنزلقة. بدخل في الفراغ اللي بعد الارتفاع وبعمل منزلقة. هنبدأ نشتغل السطر رقم عشرين وهنشتغل فيه تناقص. بارتفع اتنين سلسلة. وبحسب الارتفاع ده عمود خلفي. وهاشتغل برضو بنفس طريقة التناقص اللي احنا اشتغلنا بيها قبل كده في السطر رقم سبعتاشر. بلف الخيط على الابرة وبروح على العمودين الاماميين اللي ورا بعد دول. وبضمهم على بعض وباشتغلهم عمود واحد امامي. وبتجاهل العمود الخلفي اللي في النص اللي بينهم. ما باشتغلش عليه خالص. بسحب الخيط وبعمل عمود امامي. بعد كده العمود الخلفي اللي عليه الدور باشتغل عليه عمود خلفي. كمان مرة بلف الخيط وبروح على العمود الامامي ده والعمود الامامي اللي بعده. وبضمهم على بعض وباشتغل عليهم عمود واحد امامي. بتجاهل العمود الخلفي اللي في النص بينهم ما باشتغلش عليه خالص. بروح على العمود الخلفي اللي بعدهم وباشتغل عمود خلفي. هستمر بنفس الطريقة. لحد ما وصل لاخر السطر رقم عشرين. وبعدين نرجع نكمل مع بعض. كده وصلت اخر السطر الرقم عشرين. فاضل عندي اخر عمود امامي. ده الواحد فرضاني معهوش عمود امامي تاني عشان اجمعهم مع بعض. فانا بشتغل عليه برضو الواحد عمود امامي. وبقفل السطر بمنزلقة. وهشتغل كمان سطر من غير تناقص. على نفس العدد. بارتفع اتنين سلسلة. وبشتغل على العمود الامامي عمود امامي. وعلى العمود الخلفي عمود خلفي. ده العمود الامامي اللي بعد الارتفاع. بروح على العمود الخلفي اللي بعده وبشتغل عليه عمود خلفي. العمود الامامي اللي بعده بشتغل عمود امامي. الخلف اللي بعده بشتغل عمود خلفي. هستمر بنفس الطريقة لحد ما وصل لاخر السطر وارجع لكم تاني. وصلت كده اخر السطر رقم واحد وعشرين. هقفل بمنزلقة. وبارتفع اتنين سلسلة وهنشتغل في السطر رقم اتنين وعشرين تناقص بنفس الطريقة برضو اللي اشتغلنا بيها التناقص قبل كده بلف الخط على الابرة وبروح على اول عمودين اماميين وبضمهم على بعض وبتجهل العمود اللي في النص اللي بينهم اللي هو خلفي وبشتغل عمود امامي بروح على العمود الخلفي اللي عليه الدور وبشتغل عمود خلفي بعد كده بروح على العمودين الاماميين اللي جايين دول العمود ده واللي بعده وبتجاهل العمود الخلف اللي في النص بينهم ما بشتغلش عليه بضمهم على بعده بشتغل عمود أمامي هستمر بنفس الطريقة حتى ما وصل لآخر السطر رقم 22 كده وصلت لآخر السطر رقم 22 فاضل عندي آخر عمود أمامي عمود فرد الوحده بشتغل عليه برضو عمود أمامي واحد بس وهقفل السطر بمنزلقة في الفراغ اللي بعد الارتفاع بسحب الخيط وبعمل منزلقة بقى الشكل زي ما احنا شايفين كده قفلنا الطائعة خالص فاضل الدايرة الصغيرة دي فانا هقص الخيط وهقفلها بإبرة التنظيف بقص الخيط كده على مسافة وبالضم قبل ما لضم الإبرة بسحب طرف الخيط كده من آخر غرزة وبالضم طرف الخيط كده في الإبرة بتاعت التنظيف وبقلب الطائعة بالشكل ده بعدي الإبرة كده من الدايرة وهضم كل غرزتين مع بعض بسحب الخيط كده بخليه مجوز عشان ما يفكش بسهولة اهو وبضم كده كل غرزتين قصاد بعض بدخل تحت حرف الفي مع الغرزة اللي قصادها وبعد كده برجع من الغرزة اللي جنبها مع الغرزة اللي قصادها برضو خلف خلاف كده من تحت راس العمود اللي هو حرف الفي كده خلاص انا قفلت الدايرة الصغيرة اللي كانت فوق في القمة بتاعت الطائية هنضف بقى الخيط الزيادة ده بس هنضفه بالطول هنضفه بالطول ليه؟ هنضفه كده في السطور بتاعت العمود بلفة الخلفي عشان لو نضفت بالعرض مع اللبس والاستعمال ممكن الخيط يفك او يبان معايا فانا بنضف بالطول وبدخل تحت الاعمدة كده وبسحب وبنزل في نفس السطر لحد ما خلص الفتلة اللي معايا بالشكل ده كده شايفين? العمود بلفة في ظهر الشغل من جوه العمود الخلفي كفاية كده هاقص الخيط وهسبت كمان طرف الخيط في الجنب ده عشان ما يفكش وبعدين ارجع لكم شوف هنكمل ازاي كده انا نضفت الخيط الزيادة بقى الشكل زي ما انتوا شايفين كده هنقل بالشغل وهجيب المزورة برضو هوريكم المقاسات اللي احنا وصدنا لها اللي هو تسعتاشر سنتي اللي هو ارتفاع الطاقية اللي انا عايزين بقاس من فوق كده من عند النقطة دي كده لحد ما وصل لتحت المقاس تسعتاشر سنتي بالزبط تمام يبقى انا كده شغلي مزبوط هعمل ايه بعد كده هروح على طرف الخيط بتاع البداية بلضمه في قبرة التنظيف وهنشوف هنقفل الجزء بتاع البداية ده ازاي لضمت الخيط بضم الجزئين على بعد كده اخر الشغل مع اوله وبدخل من تحت حرف تحت اول عمود انا بدأت به بعد الارتفاع وبعدين برجع ادخل من تحت حرف من اخر عمود بالشكل ده وبضم الشغل على بعضه بطريقة كده تكون حلوة عشان ما يبانش ان فيه فرق في الغرز بدخل كده من نص حرف اهو كمان مرة بعدي كده خلاص انا قفلت الجزء بتاع البداية ده بعد كده بنضف الخيط الزيادة برضو بالطول في الاعمدة اللي هي الخلفية بدخل كده وبعد تحت الشغل كده لحد ما خلص الفتلة اللي معايا بسبتها كويس جدا. عشان ما تفكش مع اللبس والاستعمال. بالشكل ده. بعد كده تحت الخيط الابيض برضو عشان ما يبانش الابيض في اللبني. شايفين بعد ازاي? بس ما بشدش ايدي. وبعد كده برجع انزل تاني في العمود الخلفي لبعده. اهو. لازم اخلص الفتلة اللي معايا دي كلها مش هاقصها لحد ما خلصها. برجع على العمود اللي جنبه. برضو بالطول وبطلع تاني. خلاص كده. كده كفاية قوي. اهو. بقص الجزء الزيادة ده. هنضف كمان الخيط ده بنفس الطريقة. اللون الابيض بنضفه في اللون الابيض واللون اللبني بنضفه في اللون اللبني. في الاعمدة الخلفية. هخلص. وبعد كده اجيب الكرتين كرتين البنبون ونرجع نشوف هنخيطهم في الطاقية ازاي او هنركبهم ازاي. هخلص وارجع لكم تاني. انا كده خلاص يا جماعة نضفت الخيط الزيادة كلها جوه الشغل بابرة التنظيف. في الاعمدة الخلفية من جوه زي ما اتفقنا. ده شكل الطاقية من جوه زي ما انتم شايفين ما فيهاش اي خيوط زيادة. وعملت كمان الكرتين دول بنفس الخيط الابيض اللي انا اشتغلت به. الطريقة بتاعتها سهلة جدا. لو عايزين تعرفوا الطريقة هسيب لكم الفيديو بتاعها في صندوق الوصف تحت الفيديو ده. وهسيبه لكم كمان على الشاشة منفوق في الشريط الابيض في علامة الاي. لو بصيت قدامك على الشاشة دلوقتي منفوق هتلاقي مكتوب طريقة عمل الكرة. هتضغطي عليه هدخلك على طول على الفيديو بتاع طريقة عمل الكرة دي بخيط الصوف. هنبدأ نركب الكرتين في الطاقية. آآ بجيب ابرة الكروشيه. وبخلي الافلات بتاعت الشغل في ظهر الطاقية من ورا كده في النص. وبقلب الطاقية كده ده الوش من قدام. وهاجي على السطر اللي انا بدأت منه تناقص. السطر كان رقم سبعتاشر. وهبدأ اركب الكرتين في السطر الرقم تمنتاشر. في الجزئين دول كده. بركب واحدة في اليمين واحدة في الشمال. بالشكل ده. طبعا ممكن تستغني عن واحدة منهم وتركبي واحدة فوق كده. او تركبي الاتنين حسب ما انت عايزة. هنبدأ ندخل بابرة الكروشيه جهوه الطاقية. عند السطر اللي احنا حددناه. اللي هو رقم تمنتاشر. وبطلع كده من اي غرزة. من الجنب اليمين. وبسحب طرف من الطرفين بتاع الخيط اللي هو في الكرة. بدخله جهوه الطاقية بالشكل ده. وبعد كده بطلع بالقبرة تاني. من الغرزة اللي بعدها او السطر اللي بعده. اهو. وبسحب الطرف التاني. وبعد كده بنقل بالطاقية. وبمسك طرفين الخيط وبعمل عقدة بسيطة كده. عشان ما تضيقش في اللبس بعد كده. عقدة بسيطة خالص. مجرد بسبتها بس. وبعد كده هنضف الخيط الزيادة ده بابرة التنظيف في الاعمدة الخلفية من جوه. هنركب الكرة التانية. باجي برضو قصاد الكرة الاولى كده في نفس المكان. في نفس السطر. وبسحب طرف الخيط التاني. بدخله جوه الطاقية. وبعد كده بطلع من الغرزة اللي بعدها. شايفين? انا سحبت الخيط من هنا. بسحب طرف التاني من الغرزة اللي بعدها. وبقلب الطاقية برضو. وبعمل عقدة بسيطة. وبعد كده بنضف طرف الخيط بابرة التنظيف. بنضفه كويس جدا بحيس ما يبقاش باين. هيبقى الشكل كده. بكده نكون خلصنا الطاقية بتاعتنا وخلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو. لو عجبكم الفيديو عملولوا لايك وشير وقولولي رأيكم في التعليقات. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في الفيديو اللي جاي عشان نشتغل مع بعض اللاكلوك زي ما اتفقنا. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.